شكرا لمشاهدتك تراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها بمجرد أن نشر خبر انضمام نجل كرة القدم الجزائري رابح ماجر إلى فريق قطري لفئة أقل من 19 سنة حتى اشتعلت الصفحات الجزائرية في مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل خاصة الغضب والتساؤل كيف يمثل لبن النجم المعروف فريقا قطريا بدلا من بلده الأم الجزائر يوم الخميس الماضي نشر حساب الاتحاد القطري لكرة القدم قائمة ب32 لاعبا لفئة الأشبال أي أقل من 19 سنة سيمثلون قطر في نهائية كأس آسيا بأوزبكستان في أكتوبر المقبل بينهم لطفي ماجر رابح ماجر بدأ الأب طبعا بدأ بممارسة كرة القدم مع نادي ناصر حسين داي بالجزائر العاصمة لعب لنادي بورتو البرتغالي في الثمانينيات من القادر الماضي ويوعد أول عربي يفوز بدور أبطال أوروبا يقيم مع أسرته ونجله في العاصمة القطرية الدوحة لمن لا يعرف الإبن لطفي ماجر فهو نجل النجم الجزائري المعروف في كرة القدم رابح ماجر لعب أيضا لفريق بورتو البرتغالي وصاحب الحذاء الذهبي مدرب فريق بورتو للشباب هذا الأب طبعا ونادي السد والوكرة القطريين أما ابنه لطفي المولود في عام 2002 بالجزائر وهو مزدوج الجنسية يحمل الجنسية القطرية والجزائرية ويقيم ويدرس في الدوحة لعب لفترة قصيرة في فريق في الجزائر العاصمة قبل أن يواصل وشبار مشواره ضمن كرة القدم القطرية مواقع التواصل ماذا تقول عن هذا الخبر إذا ذهبنا إلى ما يقوله أمين الوهراني أمين يقول للأسف نحن شعب ناكر للجميل الإهالة التي تعرض لها رابح ماجر لا تمت لإخلاق الشعب الجزائري الرجل يعتبر رمزا من رموز الكرة الجزائرية فشي لك مدرب لكن هذا الفشل لا يمحو حسناته وهنا فضل زبير له هذه تدوينة يقول فيها ابن رابح ماجر لطفي يختار تمثيل منتخب قطر المال خير من تمثيل الوطن الأصل أما الحسين الصغير فيكتب هذه تدوينة حسين الصغير طبعا هي الوطنية التي كان يتاجر بها أبوه ثم يتهم المغتربين في انتماءاتهم أو في انتماءهم الجزائر ها هو ماجر يترك ابنه يختار وطنه محمد الفقال له تدوينة يكتب فيها اختار المال يا جماعة وهذا بتشجيع من والده ألم يقل يوما أن قطر هي اختيار القلب أين الوطنية إذن يا رابح رابح ماجر لم يعلق على الضجة التي انتقدت تمثيل نجله لفريق قطري وتجهلها في الوقت الذي رد فيه عن خبر منفصل يتعلق بترشحه لرئاسة الاتحاد الجزائري وهذا ما قاله يقول الحديث عن ترشح لانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو مجرد ضجيج وخبر لا أساس له من الصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر